عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء استمع مجلس الوزراء في مستهل أعماله إلى عرض مرئي قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باس الحمود الصباح حول آخر تطورات جائحة كورونا على مستوى العالم من واقع الميانات والإحصاءات الصادرة من منظمة الصحة العالمية حيث تجاوز إجمالي عدد الإصابات 56.2 مليون شخص حتى تاريخه في حين تجاوز إجمالي عدد الوفيات المليون و349 ألف حالة كما شرح للمجلس الوضع الصحي للبلاد حيث لوحظ ازدياد عدد الوفيات واستقرار عدد حالات العناية المركزة ثم استعرض مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزرية لطوارئ كورونا بشأن الخطة المقترحة لعودة العمالة المنزلية حيث استمع مجلس الوزراء إلى عرض مرئي مقدم من رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان صباح السالم نحمود الصباح والقيديين في الإدارة العامة للطيران المدني حول تفاصيل الإجراءات الخاصة بعودة العمالة المنزلية من الخارج بنظام الحجر الإلزامي لمدة أسبوعين وفق الاشتراطات الصحية في دولة الكويت حيث تنقسم الخطة إلى جزئين رئيسيين الجزء الأول الفني المتعلق بالسفر ويتعلق بالإجراءات التي تبتأ منذ دخول الكفير للمنصة الإلكترونية بالسلامة لتسجيل بيانات طلب عودة العامل المنزلي من الخارج إلى دولة الكويت وحتى إنهاء العامل إجراءات الخروج من مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي أما الجزء الثاني فيتعلق بالأمور الفنية والمالية الخاصة بإجراءات الحجر والخدمات اللازمة منذ خروج العامل من مطار الكويت الدولي ونقله إلى المساكل المخصصة للحجر الصحي وجميع الخدمات اللوجستية الخاصة بالمواصلات والتغذية وتوفير المساكن الصحية والفحوصات الطبية المطلوبة وفق اشتراطات وزارة الصحة وتضمن العرض مراحل الخطة وبرمجة الدول وقد قرر مجلس الوزراء تكليف الجهات المعنية باستكمال استفاء الجوانب القانونية والإجراءات التفصيلية اللازمة لتنفيذ الخطة تمهيدا لمباشرة التنفيذ بالسرعة اللازمة وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير للجهود التي بذلها العاملون في الإدارة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد خطة عودة العمالة المنزلية من الخارج وفق الاشتراطات الوقائية لوزارة الصحة وبناء على عرض سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الدفاع الأعلى قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم بتعيين الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النوافل أحمد الصباح نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه سائلنا الله عز وجل له السداد والتوفيق